التفاسير القرآنية ولد الإمام أبو السعود في قرية قريبة من إستنبول في نهايات القرن التاسع الهجري وتتلمذ على كبار علماء إستنبول وصار عالماً من كبار علمائها تولى الإمام أبو السعود التدريس في كثير من المدارس التركية ثم صار قاضياً لمدينة بورصة ثم قاضياً لمدينة إستنبول ليتولى بعدها أمر الإفتاء فصار مفتياً للديار الرومية وعمره آنذاك ستون سنة للإمام أبو السعود العديد من المؤلفات من أبرزها تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وقانون المعاملات وحاشية على تفسير الكشاف وشرح على ألفية بن مالك ودعي الإمام أبو السعود بعدما ألف تفسيره الإرشاد بلقب خطيب المفسرين إضافة إلى ذلك فقد كان الإمام أبو السعود ينظم الشعر باللغات العربية والتركية والفارسية توفي الإمام أبو السعود رحمه الله تعالى ودفن في استنبول بجانب قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه منهجه في التفسير يعد كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم من أبرز كتب التفسير ذات العناية بالبلاغة كشف فيه الإمام أبو السعود عن أسرار البلاغة القرآنية بما لم يسبقه إليه أحد قدم الإمام أبو السعود تفسيره بأسلوب أدبي بلاغي رفيع وبعبارات عالية البيان مع حسن الصياغة وجمال التعبير وقد اعتمد الإمام أبو السعود في تفسيره على تفسيري الزمخشري والبيضاوي وزاد فيه من تفسير القرطبي والثعلبي والواحدي والبغوي وغيرها من التفاسير ويعتني الإمام أبو السعود بذكر المناسبات بين الآيات ويشير إلى الفوائد الدقيقة والحكم البديعة التي دلت عليها الآيات كما يشير الإمام أبو السعود إلى القراءات ووجوه الإعراب ويبين معنى الآية دون إطالة ويعرض للمسائل الفقهية الواردة في الآية ويشير إلى آراء أئمة المذاهب من غير استقراد ويعتني بذكر أقوال الحنفية ويرجحها التفاسير القرآنية